اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم انتوا طبعا عارفين الهالوين الهالوين هو عيد الرعب عيد الفزع يعني الناس بتقعد حتى في الهالوين يلبسوا بقى ملابس كده مرهبة هو بتاع وعملوا في بعض مقالب مرهبة كطب الاسنان يوجد ايضا في رأي الهالوين والسؤال الذي أريدكم ان تفكيوا فيه سانيتين ما هو في رأيكم هالوين الاسنان اي حد في الجيل بتاعنا كان عندما يذكر امامه زراعة الاسنان كان يفكر دايما في الرعب الرعب الذي سيصاحب هذه الكلمة زراعة الاسنان يا قبرة بيض هزرع يعني شنيور هيدخل وممكن يجيب نماغي ويجيب مخي وقلم واكيد نزيف وقلم ونزيف وصعر ليالي باصداعه ومضادات حياة ومسكينات وخلافه اصبحت الزراعة الان ليست هالوين على الاطلاق بل بعتقد انها بقت يعني زي ما نقول كده يعني عيد الفرح يا رجال حاجة جميلة خالص لطيفة في خلال دقائق معدود انت بدت اطلع وانت عامل هذه الزراعة تكنولوجيا الزراعة وتقدمها بقى مذهل للغاية لكن في ناس كتير لسه بتتخوى في ناس كتير ماشية من غير سنة خالص بين سنتين وقالولهم الحل هو الزراعة وخايفين يقولك لا 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 يا عامل زراعة يا العربيات ويا الجو يلاقى سليم اخرى غير الزراعة وفي الاخر بيدفعهم الثمن قاسي جدا نتيجي التخوف ومعتقدهم في هالوين طب الاسنام هو السؤال هل مازال موجود ولا هو شبح في عقول الناس زي الهالوين الكلاسيكي اللي هو عبارة عن اسطورة اساسا تعالوا نفهم اكتر واكتر ونقترب اكتر واكتر مع ضيفتي العزيز الخيمة العلمية الكبيرة يوم بعدنا الهالوين هل الزراعة فعلا رعب في عالم طب الاسنام اه الناس بتعاملها معاملة بصراحة غريبة جدا يعني تيجي تقول لي مثلا المريضة تيجي تقول لي انا ممكن نعمل اي حاجة الا اني اركب الشنيور اللي بيدقل في العدم ومطوره ديت ويقوم ويلي زرعتلك مفيش الكلام دوت مفيش الكلام دوت الشنيور ايه وعدم يا جماعة دي افلام رعب والله يعني يريد ان نبطل فرجع التلفزيون والاجمل باي تقول لي ايه ومراكبش تركيبة سابت ولا متحركة طب ايه طب ايه ايه لقا يعني طب اقول ايه يعني طب اديني باب اديني باب ارد فيه يعني اديني افتحني باب يبقى ضل لك العصايا بتاعت السحر وبوجة شوجة بقى فالفجوك اه الحاجات بتاعت السحر لا رو بس الناس فعلا بتخاف من الزراعة بشكل انا مش لقياله تفسير يعني ومتصورين ان احنا بنجيب فعلا شونيو وبنحط فيه مصمار ونقوم دخلين كده في العدم والنطور دم وفيش الكلام ده خالص القصة قدي ايه سهلة ومبدعة قدي ايه ان انت ممكن في عشر دقايق تطلع حاطة سنة او درس موضوع بجد لطيف بس يتدرس حلوة دي هي دي بداية الحلقة اذا هناك هالوين في عقول الكتيرين ينبغي ان نزيله ونركب بداله الوقائع والحقائق بس تديري الصح بس تديري الصح هي دي هي تبقى يا موجر انا اذاكر الحالة في ساعتين ونفذها في خمس دقايق بس تنجح ان شاء الله مئة المئين اذا سنذهب الى الجزئي الاول الابيض والاسود والرمادي اللقاء اللي كانت الرمادي اخترتيه بشدة يعني النهاردة هنشوف اذا كان الرمادي هيكون مسيطرة على الحوار ولا هيكون الالوان المحددة قول لي انت عايزني اختار لون ايه وانا اختارها لا لا انا انا بابا فرحان اوي كما لما يكون الرمادي انا بحس انه مهد افكر بابا كيف سعر الناس السؤال الاول الزراعة او زراعة الاسنان هي وسيلة علاجية وليست تجميلية طيب لو انا شلت وليست وحطت اكثر منها وسيلة تجميلية السؤال بطريقتين علاجية ليست تجميلية او علاجية اكثر منها تجميلية ابيض اسود او رمادي لا اه رمادي اللي اتنين اه ايوة ايوة رمادي ده يفتحيني حوار ايه بقى ان انت ما بتعمش انا واحدة يعني واحد معندوش دروس خالص وانت عايز ان انت تحطوه دروس ياكل عليها دي مش موضوع تجميل بس ده موضوع وظيفي اكتر يعني حد مش عارف ياكل في حد مثلا عنده بقق كل فاضي محتاج تحط مثلا من 6 ال8 زرعات علشان يقدر ياكل عليهم انت مش بتتكلم في تجميل بس بتتكلم مع وظيفة مع تجميل فيه بسا من نقطة امر زي كده انت بتتكلم في حاجتين اولا القصة دي احنا حلناها في 10 دقائق بعد ما انا عاد تدرس الحالة كويس لان برضو الناس عندها اعتقاد ان احنا يلا نزرع اطلع مصمار من تحت وقم حطا وخلاص لأ خالص انا لازم افكر في الحالة كويس واشوف الاطوال بتاعتي واشوف كده الدنيا دي هتمش معي ازاي اطبقها في 10 دقائق بس اب اعرفة انا واقفة على ارض شكلها ايه طبعا اكيد هي نفسيتها تعبانة قوي احنا خلصنا القصة دي بالزبط في ربع ساعة احنا على فكرة مش حطي ده عبارة عن بلاستيك حطيته بس منظر علشان هي نفسيتها تهدى وان شاء الله الاسبوع اللي جاي اجيب لك الصور بتاعتها بعد ما نركب بقى بورتل وانبايد هتلاقي الوضع تغير تماما بس حرام دي دي حد ماشي عامل ايده كده يعني متصور ودي بنوطة صغيرة على فكرة فانت حلت القصة بس مهم اتحل صح اهم حاجة في الزراعة اولا اختيار النوع بتاع الزراعة اختيار هي وان بيس ولا تو بيس يعني هتحطها كلها مرة واحدة ولا هتحط جزء بتاع العظم وتستنى على التاج بتاع السنة فترة اهم حاجة نوع العظم هيستحمل ولا مش هيستحمل قاع الانف قريب منك ولا مش قريب منك يعني المهاردة السبحانة ليست عاملة عملية رفعت الجيب الانفي كله رفعته كله انا لو كنت عملت زراعة من غير ما ارفعه حجم اثنين يقولك انت مش حال الزراعة لان انا ما بعرفش ارفع الجانب الحاجز الانفي اللي هو قاع قاع اهو مجزيج ساينس يا ام هقولك انت ما تنفعش خالص كحال الزراعة وده في حد ذاته غلط لانه هو القصة الدكتور بيعرف هيعمل رفع وما بيعرفش يا ام هعملها ونخرم الفلور بتاع المجزيج ساينس اللي هو الحاجز الانفي القاع الجيب الانفي قاع الجيب الانفي ممكن نخرمه وتلاقي الاكل بيدخل من بؤكت من مراخيرك ودخلنا في قصة مش جميلة ده اللي بيعقد الناس من الزراعة ان الحالة مش مدروسة صح انا فعلا بنا اخد وقت طويل في الدراسة واخد وقت قصير جدا في التنفيذ بس وانسان انا انا نفست بإذن الله بتبقى نتيجة مرتينة السؤال القادم سؤال ادوار يعتمد او تعتمد الزراعة في المقام الاول على مهات الطريق في المقام الاول طيب كده خلص السؤال ام يدرسل ورمادي بس انا حاسس انه المفروض انا نبين اعتمادات الزراعة على ايه غير انا اكيد في المقام الاول مهارة الطبيب لكن بس لا مش بس الكلام صح ابيض اه ابيض بس في برضو عندنا فاكتورز تانية يعني في فاكتورز المريض 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 المفروض ان انت اداء عملت زراعة تمشي على الدواء اللي انا بكتبه بالزبط ان انت ممنوع التدخيل لفترة معينة لازم تنظف سنانك لازم ما تهمل لازم ما يكونش فيه مثلا ما تركبش سنان كلها وانا لك نعض لا ما نعضش عملت كل الفاكتورز دي وانا عملت الفاكتورز بتاعتي كلها ان شاء الله نتيجة حلوة يعني مثلا الحالة دي قبل ما اجي ان كنت لست عملاي ماردة صبح الحالة دي فيها فكرة الفكرة بتاعتها ان احنا عندنا دلوقتي سنة مفقودة احنا ده وقت دورنا على الجبل انفي شوفنا وضعه ايه نوع العدمي احنا عندنا دي وان وثري وثري وفور وفايف النوع العدمي دوت شكله ايه اسمنا دات هنحطها بالطول شكله ايه انت عندك عوامل كتير جدا لازم تدرس الاول وتدرس بدقة جامدة تخير بعد ما درسنا كل الموضوع دوت ورحل اكتر من دكتور وكان هيزرع ومعرفش هو جالي بقى قدر اكتشفت ايه اكتشفت بعد انا بحب المريض اعضم على الاشعة بتاعته كده الواحدي بالليل مع نفسي خالص اكتشفت ان عنده سنة مطفونة ومعرفش هتشوفها في الاشعة بص المكان الفادي دوت بص فوق في العدم سنة مطفونة وللأسف مش سنة مطفونة عادية دي سنة مطفونة وشكلها مش سنة يعني هي حياة كده مشوهة لا هي سنة ولا هي تقدر لعليها ورم ويحل اكتر من دكتور هو مش هارف ايه الكولكيعة اللي موجودة في العدم فقال لك ايه ان احنا ندخل جوه الكولكيعة ديت علشان هي قوية وفيها عدم كتير ندخل جوها بزراعة طبعا فيش حاجة اسمها كده لا ده الاول اللازم نعمل العملية ونشير الدرس او السنة المطفونة ديت وعلى فكرة هي السوبر ناموري يعني هو خلص العدد بتاع السنان بتاعته والسنة الدايمة طلعت واتخلعت ودي سنة تالتة يعني زي ما تقول دي تالت تالت جيل لنفس السنة خلاص دي لازم اه تالت فرجان خلاص احنا كده لازم نتعمل عملية وتشير لان فيش حاجة اسمها ان انا اعدي فيها واعمل نفسي مش واخد بالي على اساس انها اي عضم فعضم على عضم مش هيسمها كده طبعا هايزها بقى للسؤال الصراعي يعني الصراع كبير اوي بين الشركات انا هعتقد ان دلوقتي بقت الصراع لانه الشركات هنا انترناشنال او ملتناشنال فنوع الزرع بيلعب دور كبير اخر في الزرع اه طبعا يعني في زرعات ابيض يعني في زرعات اولا هي لازم تبقى معتمدة ماشي ماينفعش زرع كده في حد اختراها لان للاسف في طلع موضة بيخة خالص ان في مكان في مصر بيعقم الزرعات اليوزد او اللي هي كانت في بقى حد بيعقمها بجامرايز ويحطها لك في انبوبة كده ويديها لك ودي لا دي فعلا موجودة لا ماينفعش لازم حاجة تيجي مغلقة مقفولة ده في كمان زرعات صيني بخمسة وسبعين جنيز زرع الي هو ازاي ده انت اللي عقلها بلاستيك سمعت انها بس معرفش الكلام ده خيال علمي ولا بجد ان في ناس بتاهم اجزاء من الزرعات في بيخرطوهم في اماكن موجودة في مصر اه اه للاسف بجد بيجيب حد يخروطها ما عرفش ده اسمه ايه الشخص باب يبقى اسمه ايه بيخرطها خارات وبعد كده بيغطيها بطبقة ضد الصدى وبعد كده بيوديها يعقمها في حتة كده بيوبة حلوان مش عارفة فين بيعقمها بجامرايز وبعد كده انت بتخدها تحطها في بقى العيان ما تكلميش عن نتائب لا دي كوارس ما تكلميش عن نتائب يعني اللي احنا بيقول له ده جريمة يعني القصة دي حصلة لان انا بص اللي حكاها لي مرة انا افتكرته بيبالغ او بيقول كلام خيال علمي لانه اه طولهم انا مثلا الواحد ممكن ايه يعمل حتة اه غيار عربية في اه خطها فتاعها شافها فاخدها فعملها ايه تقليد اه مثلا الغطى مش عارف ايه بتاع اه دي المطو اي حاجة ممكن ده يتعمل وشي محمود كمان لكن في حاجة طبية ياخدها او اديها لخراط عشان يعمل لي خرطة بتاع ده ده حيال علمي والسفاهة يعني افترع ولو ده سبت اللي هيعمل الجرم ده لو سبت عليه هزا الجرم لازم يتعلق في ميدان ويتخلها على الوسنان وكلها طيب وبعد كده تقول لك الزراعة وصمعتها رحشة طب ما احنا جماعة احنا عملنا ايه يعني مثلا الناس اللي بتاع من الزراعة باركام منخفضة جدا طب انت ما سألتش السعر ده جيت ازاي ده في صيني في صيني باركام ما تنفعش وفي مصر مخروطة وفي حاجات ملهاش ما هياش اصلا ولا كلام يعني اصلا ولا الكلام ده اللي يزعلك ان الدكتور عارف والمريض موافق يعني لما انا اقول لك ان انا هجيبلك عربية موديل 2017 بألف ونص ما تبدأ بفكرش مثلا طب ازاي بالرقم الصغير ده كله والله بيتلاقي حاجات كده بيعرفش ناس بتخذر ويتلاقي حربية مش عارف ايه ايه كالسكس وبتمام وبتعود بكتب رقم قدما كده لات بس كده انا مش شايف طبعا ده موضوع مهم قوي ان الناس تعرفوا ان الزراعات ديت انواية اهم حاجة انها تبقى مينفعش زراعات بلا مجهولة الهوية بالزبط لازم تبقى حاجات معتمدة لازم الدكتور اللي بيعمل دوت يكون يعني زوصه معه جيدة اه لازم انت برضو متابع الاحداث دي كلها ماينفعش اي حاجة سعرها قليل انا اجري عليها والله ده غلط والمريض هي بيدفع التمن مين اللي هيطلع صديده ومين اللي هيخسر استنانه والعظم اللي هي الاخلاخات يرجعها تاني في مكانها ويقوم رابطها بوايز واخد بالك الخرم اللي معدي في السنة دي بس مش عارفة ازاي قدر يساطر على عصر السنة على فكرة ده طبعا محدود في متحف يعني الكلام ده متحفي اه 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 ده فك من ادم بس على فكرة هم ابتدوا زمان الزرعات بالويتجس الخشب وبعد كده اه بص حديثتك ده اسمه بلايد اه اه شفرة اه بالزبط شفرة جميل والله اه ده خيال ان البلايد دوت بتفتح انت العدم بالعرض ده كان زمان وتقوم منزله اه ده كان زمان اجماعة اللي دي شايفينه دي كلها صور قديمة تاريخية ده كلام نفسها في الخمسينات والاربعينات مين ده قبل كده كمان اه تلاتينات ده خرافة جديدة انت عامل هاكس يمين وشمال وحاطت مصامير اه حقيقي ريلي مصامير قدامه وورا دي كانت امت بتتعامل دي لا دي حاجات تاريخية اه اه انا عايز اوضح لك قد ايه الموضوع اتطور جدا كان معانا مع بعض هلبي سفينة ده هلبي سفينة ايه ده بالزبط انت عارفة بتاعت الحنود الحم عارفة والله العظيم دي بتاعات المصامير اللي في النص دي ستانل ستيل يعني برضو متكلفين الحلم اه حلم متكلفة دي تقريبا لك هنا دي كان زراعة دلوقتي بقى احنا دخلنا ان احنا بنعمل الموضوع دوت في خطوة واحدة مع احسن حاجة دلوقتي موجودة هي التيتانيوم وطبعا بتقوم بتغطيها بمعمولها بسوريشنز وبعد كده بتغطي بقى انت الزرعة دي بحاجة زركن لا طبعا الموضوع مختلف خارس اكيد اذهب على سؤال مهم اوي اوي سؤال برضو علمي جدا يعني اعتقد الكثيرون ان كسافة العظام تلعب دور كبير سواء في فشل او في نجاح الزراعة صح صح كسافة العظام ابيض جبت لك ابيضا عشو بطريقة كبير ماضي الزراعة كسافة العظام دي ساعدني بباش لها حالة طب بتعملي ايه لا دي بقى ليها حلول كتير دي بقى الباكس بتاع الدكتور دي ايد الدكتور وطريقة تفكيره يعني انا ممكن دلوقتي اعمل وانا دخل الالعب ان انا اعمله ازود الكسافة بتاعته طبعا للاسف دي حالات انا يعني باوريك حالات جاية من عند اه الناس كانية للاسف يعني هو مفيش كسافة عظم هو حاطت الزرعة يعني هو تقيم عليها في الهوى اه هنا بص حضراتك يمين وشمال رغم على فكرة الزرعة نوها حلو وفيها سيريشنز حلوة ومقاسها حلو ودخلتها وانجلز حلوة موزية للي جنبها كله حلو بس انت حاطيتها في مكان مش مناسب عشان كده لما قلت لك اهم حاجة تدرس الحالة كويس اهم حاجة ستي بي سي تي في حالة الزراعة مفيش حاجة اسمها اصلا بحيث اه اه بس الاحدث منها بقى الكمبيوتود بقى الاحدث منها يعني الكمبي مصد اه لازم الحاجة تبقى مدروسة كويس وانت عارف الليفل بتاع العظم شكله ايه يعني مثلا هنا الليفل بتاع العظم قليل انت ممكن تحل المشكلة دي في ثانية انك تدخل في العظم اكتر شوية علشان لما يحصل او انقفات في مستوى العظم اصدرعة ما تظهرش ماينفعش يقى ماشي وفيه حت ترماضي يبقى انت كده وعملتش حاجة تجميلية ولا حتى وظيفية لانه حتى مش هيعرف يكل عليها ديت للأسف المستوى المستوى المستعد لديك الكراون حطه تحت مستوى الامبلانت الامبلانت طالع منه الامبلانت الداخل بزاوية غلط فهو قرد يطالع لبرا فهو علشان يعدي القصة ديت اما طول الكراونز قردت بك اما التربوشين او التو كراونز الى على التو امبلانت هم مصفرين هم مطلعين لفوق الواحدهم خالص ليه كل القصة ديت لان الديزاين كان غلط من الاول الانجل اللي دخل بها الامبلانت مكنش مسبوطة من الاول السؤال جاي مهم جدا ومرتبط بالسؤال السابق الاتنين اعتبروا موصلين لبعض لانه اعتقاد لبعض ان زراعة الاسنان لا لا تصلح لكبار السن ده اعتقاد في كثير من الاقول خالص خالص اسود اه دي اسود غيرت برضه مرة ده اه وده لازم يكون اسود بس بس باني وبينك الاعتقاد ده شهير جدا لانه برضه حتة الكثافة يقول لك انا ما عنديش عرض مزاعة فيه في طريقة انت بتقدر تعمل بها كونباكشن للعضم يعني بتعمله تكسيف للعضم وانت داخل عن طريق النوع بتاع الزرعة وعن طريق العرض بتاعها في طرق ممكن احنا نتعامل بيها بس ما يكونش النوع ما عندي مثلا الدي فايف ما نعديش الدي فايف لان اكتر من كده هيبقى التكسيف في حد زوته صعب وما يكونش بيقعنده سكر فترة طويلة وبيعتمد على الانسولين فترات طويلة وان كنترولد ما يكونش السكر يعني غير متحكم فيه اه 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 انا خلعنا حطينا عضم في المكان بتاع الزرعة احنا هندخل بيها وهندخل دلوقتي بالزرعة بتاعتنا موضوع زريف جدا موضوع زرعة زريف جدا والعيام بي انبهر هو قام بعد عشر دقايق يعني بيحسسني او انا جيت المشورد كله عشان بعد عشر دقايق يعني بيحسسني او او افروض اعمل معا يعني اكتر من ك هنذهب الى سؤال المنطقة الثانية في حوارنا المنطقة الثانية فيها برضو كثير من الاشعات او هنقول الاشعات هنقول الترانز الاتجاهات انت عارفة لعن الله الغاية الغاية عندما تكون تسيطر على الانسان بتجعله اسير ليها وبيمشوا وراها هيترح ليك المعنى دوت لما اسألك السؤال في المتهم والغاني والجاني والبرين جاني مبتهم ام برين والله هو الجاني غاني غاني جاية من غانية هنروح لسؤال مهم قوي من يروك هيده الغاية بقى أن التفكيبات الثابتة افضل من الزراع في الشكل الجمالي هم دة أم صاحب غاية ومتهم ولا جاني ولا مدين جاني يعني ده صاحب غاية. عنده غاية. عنده غاية ان هو يقنع المريض بحاجة هو يقدر يعملها. بالزبط يعني. بزيدي غاية. ان انت بتقنع اللي قدامك بالمنتج اللي انت متصور ان انت هتداهوله. لا هو مش احنا مش بنبيع منتج. انت الصاحب بتاعك تعمل كزا. اللي يعمل حرجة الموضوع دوت. لا دوت كده بيبيع حاجة. احنا مش بنبيع في سوق. المفروض ان انت عندك علم بتتصرف بناء عليه. كون ان انت لو في الموضوع دوت. مش معنى كده ان المريض لازم يتحمل هزا. الا لو هو حابب الكصة ديت. مفهوم. هزب للسؤال برضو سؤال محرك. السيرك جهاز رائع. بيؤده رائع جدا جدا. لكن الاعتباط على السيرك في تجميل الاسنان. بشكل اساسي. يعني ايه شكل اساسي. يعني انا ما عنديش غير السيرك وابشتغلش غير سيرك. ده السؤال. هل هزا العمل نصفه بانه متهم ام جاني ام بريده. لا متهم. 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 اه طبعا. رغم ان السيرك رائع. ده غرام. اه. غرامي. اه. غرامي السيرك والليزر والحاجات الجديدة دي. بس هدريتك ده كمبيوتر. متغزي بمعلومات. انا انسان. ليه زوء. ليه تفاصيل. انا حابب ان انا اظهرها. ده جماد. ده بني ادم. ما ينفعش ده يمشي كلمه على ده. يعني مثلا انت هنا بتعمل كراون للسنة دي. انت قلت له انا عايز اعمل كراون للسنة دي. وصورتها له. بيبديك بروبوزر. يعني بيقترح عليك شكل معين. على اساس ان هو يعني يضف لك معلوماته. ان هو عايز يقناعك بوجوده. انت توافق على سنة مكعبارة كده ازاي. ومنطوشة من الجناب. وطلع منها نتوقات من السطح القارجي. وطلها مش مناسب. وعرضها مش مناسب. فين ما الاكسبينيانس بتاعة الدكتور. بس الاجهزة الحديثة كلها حاجة. بس لازم انت تتوظف صح. انت معاك عربية احدث موديل في الدنيا كلها. بس انت مابطرفش تسوق. هتقالها تقول لي. مفيش. انت داتي عندك كراون. ان هو ده شايف الشكل المثالي. بس الكراون طالع برا الجو. مفارق امين وشمال. فيه حتة ادخل من حتة. مش معمول في الكارفينج اللي انت ما تتصوره. يعني مش معمول فيه شكل الكسبات والمتوقات بتاعة الدرس. انت توافق على ده ازاي. لازم انت تتعدله. تحط الكراون دوت في مكانه. تقفل الفراغات يمين وشمال. على فكرة من اكبر مزايا السارك الخطيرة. اللي انا حقيقي يعني شابه بالنسبالي. ان انت معظم التربيش اللي بتعملها في المعامل. بتبقى مفارقة. يمين وشمال. وبتدخل اكل مع المريض. مهما بس تسعين في المائة. ليه? لان ده ده فني بيشتعل على جبس. لكن ده بني ادم. مع السارك لأ. السارك بقى موضوع محسوب جدا. انت بتصور بيحسب لك ديمانشنز بيحسب لك ويقول لك هنا هيدخل اكل. اقفل ولا مقفلش. انت تقول له اقفل طب اقفل قوي ولا نص نص. طب اقفل فراغي عدي فتلة مثلا ولا ا ا ا ا ا ا ما يعديش هوا خالص. انت بتسأل المريض انت حابب ايه? او انا بس تشف من. ولبا باسمع المريض من الاول انا بس تشف هو حابب ايه? اطلع له الماضي اللي هو عايز بالزبط. انا زاب الى المنطقة الثالثة في الحوار. اذا سنزاب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين. طيب اه السؤال في الاول. يعني برضو هقول لك ايه مزعج ومحرج للكثيرين. ولكن هو كما فكرت فيه. هناك ثلاثي ثلاثي. مكثرة الثلاثيات في عالم الاسنان. اصبح على غناء عن وجودهم في ايادات الاسنان. العشعة المقطعية والليزر والسرك. هزا الكلام واه? ولا شك ولا اخير. شك. انت ليه تردتي او كده? اه كوستس علية. انت بتتكلم السلاسي اللي انت اتكلمت فيه ده ملايين. اه ده ما تتردتي من احنا بنقول انه لا يفعش. اه بالزبط لكن ممكن انت على فكرة تجيبه. اه? ممكن على فكرة تأجره. ممكن انت تتعامل مع المريض ده على اساس ان هو ابنك او اخوك تعمله احسن حاجة. ليه لا? لكن يسترك لا يسترك لا يسترك لا يفعش يتأجر ولا بكلام ده. لكن مثلا اشعة مقطعية. ايه المشكلة? ما تبعته مركز للاشعة يكونوا بيقعدوا سي بي سي بي سي تي. ايه المشكلة على فكرة في فيه شركات عالمية بتأجروا. ايه المشكلة? المهم انك لما تعمل حاجة تعملها صحة. اه. لكن اه هو موجود في المركز. لكن مش لازم مملوك لصعب المركز مش لازم. بس اللازم انك لما تعمل حاجة تعملها صحة. هو لو انا عندي جهاز او ببعت ان يعمل الاشعة المقطعية يباكي ان انا امتلكه. اه طبعا. اه بالزبط. يعني انا كده يباكي من لا يستطيع الامتلاك يستطيع ان يتعامل مع الشيء. اه اه. فخلاص. معنى المهم ان الكلانت بتاعي يبقى واخد كل الرفاهية واخد كل الخدمة. بس مش عيب انك تسأل حد يساعدك. مش عيب ان انت تبعت لمركز داني. مش عيب ان انت تطلب المساعدة من الاخرين. لكن العيب انك تعمل حاجة غلط وانت عادي في انها غلط. لمجرد ان انت بتقول اصل انا ما بحبش اقجر او ما بحبش ان انا. مش عاسمها كده. مش عاسمها كده. يعني مثلا ازا الحالة ديت. الحالة ديت لطيفة جدا. مفيش تقريبا الا الكم سن دولت. الحالة فيها بقى وفيها سارك وفيها ميكس. ما بين كزا حاجة. احنا عملنا زرعات فوق حوالي تمانية. ركبنا عليهم سنين. اللي تحت ده كل اضغطة سارك ما خدناش وقت فيهم خالص. اه ادنا نعمل الفاكة كله. جبنا نتيجة هيلة. بس الوضع ده بالزات عشان انا كل حاجة بقولك بتاخد مني ساعة ساعة وبتاعتين تلاتة. لا الوضع تبيه خدوقات. لان احنا بنحط الاول زرعات. طبع كده بنعمل بلان جديدة ونعمل اشار جديدة. ونعمل عليها خطة تان ونغطي تحت كراونز. يعني دي حالة ما يفهش تقرأ عليها دي خلصت في ساعتين. بلا شك حوار ممتع وممتع ودائما لا حضور خاص وهي كمهرية متميزة. وانا بستمتع بهذا الحوار الذي انطلق في مراطق مهمة جدا في عالم طب الاسنان. الناس الحلوة ليس فقط برنامج طبي تعليمي تذخيفي فقط. ولكن اجتماعي مجتمعي قد يكون صادم في بعض الاحيان. يعني في اجزاء منه بتتحول الى منطقة الحوار الحقيقي الحوار المجتمعي الحوار الحالي الحوار الحادث الحوار الذي قد يقوم به البعض فيه بتجاوز خطوط الحمراء. خطوط الحمراء للضمير للمهنية للعلم. وهذه الخطوط اذا جنيت عليها وعبرتها تأكد انني سأكون لست وأنا فقط. ولكن المفروضة لأصوات العلمية ستكون لك بالمرصد. وحذاري من هذا المرصد. خليكم معنى سرحب.